السلام عليكم معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل زي ما هو متوقع قمة الاستفزاز قمة الانسلاخ عن محيطك وقمة الانسلاخ عن عقدتك حماس والجهاد وبعض الفصائل الفلسطينية بيعزوا وبينعوا المقبور قاسم سليماني وبيعتبروا شهيد كمان يالا العار قاسم سليماني اللي أتل من العرب والمسلمين أكتر ما إسرائيل أتلت من العرب والمسلمين حماس والجهاد بيعزوا فيه حماس والجهاد الإسلامي تدينان اغتيال قاسم سليماني تغريدات غزة نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد الإسلامي الجمعة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بقصف أمريكي استهدفه في بغداد وقالت حركة حماس في بيان تنعى الحركة القائد سليماني وشهداء الغارة الأمريكية هذا اليوم وتتقدم بالتعزيه للشعب العراقي الشقيق باستشهاد عدد من أبنائه جراء الغارة الأمريكية الغادرة وأضافت نتقدم بخالص التعزية والمؤساة للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين والذي كان له دور بارس في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات يعني قيادات حماس والجهاد بيقدموا نفسهم على أنهم بيحملوا قضية عدلة قضية شعب احتل الصهينة أرضه تقوم حركة حماس والجهاد تعزي بهالك قاسم سليماني مين قاسم سليماني ده يا جدعان؟ ده جنرال إيراني مين بقى إيران؟ إيران اللي بتحتل دولة الأحواز العربية من أكتر من 90 سنة يعني يا حماس ويا جهاد بتعزوا بمقتل اللواء تابع لدولة فارسية بتحتل دولة عربية الأحواز زي فلسطين يا حماس ويا جهاد دولة عربية محتلة يعني إيران ودولة الصهينة اللي اتنين واحد اللي اتنين بيحتلوا أراضي عربية ما يختلفوش عن بعض أبدا فتقوموا تعزوا وتنعوا قاسم سليماني درر دوره في قتل إخواتكم المسلمين والعرب في سوريا وفي العراق وفي اليمن افتكروا حلب والزبداني والقصير وغيرها من المدن اللي مليشيات قاسم سليماني قتلت أهلها وعجرتهم لا ده أنتوا كمان بتقولوا عليه شهيد يعني هو شهيد علشان الأمريكان هم اللي قتلوا؟ طب ما هم الأمريكان دول حلفاء حلفائكم قطر وتركيا وسكنت أمريكا عربيدة فما تنسوش أن حبيبكم أردوران عضو في حلف الناتو اللي بتقوده أمريكا العربيدة وبعدين إحكاية دعم المقاومة الفلسطينية دي أنتوا لسه بتعيدوا أنتكد بقي الهدف منها بس هو تلميع إيران طبعا ده لأسباب عديدة جدا منها انتمائكم الإخواني وانسلاخكم عن محيطكم العربي وضيع العقيدة منكم فلسطين أكبر وأطهر وأشرف من أن يمثلها أصحاب المتجرة بالقضية زيكم يا حركة حماس ويا حركة الجهاد كيف لكم أن تنظروا في عيون السوريين والعراقيين واليمنيين الذين عاث قاسم سليماني فسادا في أرضهم وتقتيلا في أهلهم وطبعا كلامي مش بس الحمس وللجهاد كلامي بيشمل بقية الفصائل الفلسطينية اللي بتتاجر بقضية بلادها خصوصا اللي قاعدين منهم في دمشق يا للعقف وكفاء لا سعى لحد كده أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته